الخبر اولي عد عن بيسان اسماعيل وشنو السبب الحقيقي اللي انسحبه من برنامج بوليفرد للمواهب ولهو برنامج عبارة عن اغاني وكان بيسان اسماعيل ده تحقيق بنجاحات ولكن الاسف يا حباي بن بيسان اسماعيل نزل شوية مقاطع توضح بيها السبب خروجه من هذا البرنامج رابطكم اياها شوفوها البرنامج ومثل ما انتم لاحظين في كرسي جنب حسن فاضي وهو كرسي بيسان بيسان للاسف قررت تنسحب من البرنامج خلونا نشوف سوا ليش قررت تنسحب هاي كيف كنت كتير كتير اني وجه لكم كم كلمة مهمة انا كتير انبسطت بالفرصة اللي اجتني ببرنامج بوليفرد المواهب واكيد كتير تعلمت منه كتير شغلات جديدة وكمان فخورة بكل شيء عميلتو وكمان فخورة كتير اني طلعت على اكبر مسارح بالرياض حققت انجازات كتير حلوة بس امرات بيكون في اصباب اقوى مني بتضطرني اني ضحي بشي يعني Luk mana ممكن للحياة برامج فيه ممكن شغلات تكون اهم من هيك لهيك هاكتر انسحب من برنامج بوليفرد المواهب بس اكيد حظل تابعو حظل ادعم رفقاتي واحظل تابع البرنامج بتوفيق للجميع وبس حب كن فكتبنا احبوه بالكومنتات وماذا سوف يخرج من هذا البرنامج هل هو انس الشايب او محمد جواني لان غريب الموضوع يا حبايب انه محمد جواني بنفس الوقت لانطلع مقابلة بهذه المقابلة على قناة الان لانطلع مشووري يا حبايب لانطلع بها انه بسان اسماعيل الله يوفقها ويبارك لها عن نجاحات التي قاعد يسويه وانه ما عنده بمشكله ويحييها من دبي واضح انه محمد جواني الان وانه يحبي تلان اسماعيل اضعوكم اللقطات شوف وهم اما بلقاءنا مع اليوتيوبر محمد جواني عبر عن محبته للمغرب وحتى بمطعمه في دبي سيكون في اكلات متنوعه من كتير دول حاليا ان شاء الله سيكون في مركز مثل ما عملت في تركيا ومتلت في المانيا مركز للمتابعيني كان مطعم صغير مثل ما عملت في تركيا وحضرتكم كلها مدعوين ومحمد جواني كذلك سألناه لماذا لم يشارك في برامج الهوات وهل بارك لصديقته السابقة بسان اسماعيل خصوصا بعد الخلافة الكبير الذي وقع بينهما وجواني يرد حصريا من ويندستار الله يسعد ويوفى بحيان هكذا كانت ردة فعل جواني بعدما سألناه عن ما اذا تابع صديقته السابقة بسان اسماعيل في برنامج بوليفارد المواهب أكيد أكيد بصوته بنجاحه الله يوفى ويسعدها رغم الخلاف البناتنا بس بعيدا من الخلاف الله يسعده ويوفى يا عمر واسألت هل سيبارك لها؟ إن شاء الله ألف مبروك لألا ومن دبي لألا وإلا ألف مبروك رغم ما في شي بناتنا ومسامح الله يوفى يا عمر أنت الكلف كل يبتقي أنت مدلا فأصلت محمد جواني وبيسان اسماعيل الملايين تابعوها بسبب علاقتهم الخاصة بهذاك الوقت فالجمهور كان بحب مقالب جواني يقول أن لكل فعل أرد فعل ما حلو الحرب عطول لا كنت ظالم ولا كنت مظلوم بنفس الوقت كان فيك لكل فعل أردت فعل يعني فيه شي أسس لشي لعمل معاك مشكلة وهذا الشي صار واليوم نحن نتغير الليفل نتقدم لأدامنا حيات صغيرة فأنا ما بدي لو ضل أصدقاء بين بعضنا ولا ضل فيه حرب بيننا على السوشيال ميديا ما لأي شخص فمن شان هيك أنا اخترت هذا الشي على برنامج الآن صرحت أنه أنا مادة إيدي للسلح لكل اليوتيوبر هو مو شخص ولا شخصين فيه أكثر من أشخاص صار فيناتنا خلاف أنا 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 تبع شورية وهذا هدف محمد جواني مستقبلاً بالأيام اللي جاي إن شاء الله بإذن رب العالمين الليفد اللي صنعوا جواني من زمان العشرة مليون متابعة على السوشيال ميديا عنده رح يصوره مئة مليون بس مول كمتابع يوتيوب كعالمين إن شاء الله وهذا الشي بيدل على نيتو الحسني وأنه متصالح مع نفسه وكل التوفيق هل توقعون يا حفاة بن محمد جواني وبيسان اسماعيل ممكن أن يرجعون ونصوروني ببعض مقاطع مثل قبل بما أن الناس إلى الأمزة ما تزالوا يحبوهم يعني ما أدري إصلاحكم من الكومنتات هل توقعون إلى علاقة بالموضوع وبس لأنها وصلت المقطع أتمنى المقطع أجبكم لا تنسوا انتفجروا هذا المقطع باللايكات وبالتشاهدة مقاطع في القصص أحبكم ومع السلامة اشتركوا في القناة